تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والآيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات الطباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ألترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو أسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا ويتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزر الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال الكبير إن أنتم إلا في ضلال الكبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسفقا لأصحاب السعير إن الذين يخشعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أعجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أعملتم من في السماء أن يخصف لكم الأرض فإذا أن يترور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صوافات ويقبل ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجه في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه آداء أمن يمشي سيا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض مقوى إليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ذا الوعد إذ كنتم صادقين قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ذا الوعد إذ كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين فلما أرأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لله ومن بعيه رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين